شهد مركز الشيخ الزايد الحفل الختامي السنوي لسفراء الأزهر الذي تنظمه المنظمة العالمية لخارج الأزهر وأكد المشاركون أن المنظمة قدمت العديد من مختلف البرامج التدريبية للخارجين والطلبة والأساتذة في مجالات التصويق وإدارة المشاريع والأبحاث الزراعية وكل ما يخص الشباب لتأهيلهم لسوق العمل وبأسعار رمزية لا نهتم بمجال الدراسة العامة لأننا نهتم بمجال الدراسة ونهتم بمجال العمل وكيف نطبق برا فبالتالي كانوا شغالين على الجزء كويس جداً وتنمية الزاد كنا نحضر ورش أو أي كورس أو أي وركشوب تبع سفراء الأزهر إحنا وجودنا وسط بعض أصلاً ده كان بينامي فينا أصلاً مهارات بعيداً عن مهارات الكورسات اللي إحنا نستفيدها قريدة غير كده سفراء الأزهر بتدينا سكيلز نستفيد بها بحياتنا العملية زي مثلاً إحنا 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 نتواصل مع غيرنا إزاي نعرف نتكلم إزاي نعرف نتعامل أصلاً مع ناس اللي حالين بكمل مشوار معاهم بنساعد الشباب في تنمية مهاراتهم من خلال برامج اللي إحنا بنقدمها برامج كتيرة جداً مثل الزكال الصناعي والتحول الرقمي التنمية الزاتية من خلال الحاجات دي كلها بنقدر نعمل أجيال قادمة كويسة جداً نعمل أجيال قادمة كويسة جداً لقد وصلنا إلى الحصاد السنادي حوالي 10 ألاف طالب طالب، مخريج، مسؤولين، في ناس كمان مكلف معنا من المنصقين موسيقى